منذ نحو 13 سنة ومشروع القاعة الرياضية هذا لم ينجز حتى اليوم حيث اشتكى سكان حي السكك في مدينة الناصرية بمحافظة ذيقار من تداعيات عدم اكمال هذا المشروع الرياضي وتفاقم المشاكل الاجتماعية التي رافقت عدم انجازه وعبر ناشطون ومواطنون في الناصرية عن سخطهم من جراء توقف مشروع القاعة الرياضية متسائلين عن مصير الاموال التي خصصت للمشروع بالنسبة لهذا المكان وهو قاعة مغلقة قاعة رياضية مغلقة كرة السلة كرة تيد طارة يعني شملة من اربع الى ثلاث لعبات هنا وهذه المنطقة منطقة حي السكك المشروع بدأ من 2010 من 2010 اجل نصب نصبوا الحديد مالتهم دقوا الدينك خلوا راحا تكلفة مالتهم مليار ومويتين وخمسين مليون ومتروكة هاي اللي هي نصرف عليها حسب ماسي معنا مليار وكسور زين المليار وكسور وين راحا شنو اللي سويتو هاي قدامكم هاي قدامكم المكرم السامع شلاب والشباب تيجي بالليل ما عرف ش تسوي الشباب وين تروح لا متنزل لا متنفس لا ملعب لا كذا لا كذا فيما حمل آخرون وزير الشباب والرياضة ومحافظة ذيقار الحاليين مسؤولية اهمال المشاريع الرياضية والترفيهية التي تخدم شباب المدينة احنا نحمل بالدرجة الاولى هيئة الرياضة والشباب اللي متمثلة بوزيرها عدنان درجال وإلى المحافظة اللي متمثلة بأحمد الخفاجي وإلى كل القائمين على الرياضة في الناصرية ما كوهي شقاعة بناء تكلفتها مليار ومئتين وخمسين لحد الآن صار لها تقريبا تلتطع السنة لحد الآن موجودة ما كاملة هكذا هو الحال في ذيقار التي بلغت موازنتها المالية للعام الجاري أكثر من تريليون دينار ولا يوجد فيها مشروع حقيقي لشريحة الشباب في المحافظة